التذكرتني وأنا هم أشكر أيضاً الرقابة المالية لأن تعبوا وطلعوا لهم ليلة اتحاد ويشتغلوا وهواي تعبوا وخاطبوا ونزاحة بهواي كتب ليش؟ هذني الفلوس الاستقطاع مو السلفة من الأولمبية لأن سلفتنا من الأولمبية مثلاً كانت حصتنا 800 مليون سددنا 800 مليون في هذه السنة نعم نعم تمام هذني واردات إجان مثل شون مثلاً نقل تلفزيوني إنه جاء حصت نعم نعم وضحت فمن إجتنا هاي الواردات والمبالغ ما تودعت في النزاحة والرقابة والأولمبية ما تعرف أنه مبلغ 800 سدد هذاك خارجي لهذا الواردات الأخرى هاي تسمي نعم المفروض هم تبيها حسابات خطامية وتسدد وتفتح بها سجلات وأبواب والرقابة المالية شائرة ذلك عندها كتب قالت لم تستوفي يعني لم تستوفي شنوه الشروط نعم الشروط يعني ما مسدده نعم زيان عيني فنرجع الحديثنا اللي هو إنه قلت لك السيد القاضي مشكور أرفع على القبعة كتب وتعمق بالقضية جداً والولد بالنزاحة مشكورين كتبوا عكس ما أسمع الناس تلغط عن نزاحة وعلى القضاء وهاي لكن الحقيقة إنه هوا كتبين من دوائرنا للأسف فتروح لش مدري هو شمعرفه لكن أنا المتابعاتي الدقيقة بحيث حصلت على هذه المعلومات وهي الكتب كتب قال أنا أريد قلت لك أخرها ستة شهر يلا بالسادس والتاسع والعاشر ودعهم فمنودحهم سواءوا كتاب للنزاحة قالوا لهم تودعت هاي المبالغ بهالتاريخ فالقاضي عرفوا إنه هذني بالأربعة عاش تودع عن شوكيت بل ثمانتاش بل ثمانتاش هاي سواء كتاب قالهم أريد نسبة الضرر اللي لحقهم من هاي المبالغ يا لجنوة الأولمبية هلأكو نسبة الضرر علموني فالقانونية من جهة الكتاب إلما رفعته للمالية رفعته للمالية المالية أظهروا رقم ثلاثة شباب صورة رقم ثلاثة فضلك أكمل حتى وياك اي رادوا نسبة الضرر القانونية كتبت المين للمالية قالوا لهم يا مالية بينونا نسبة الضرر ومثل ما سردتها بالكتاب اللي جاءت عرضه المالية كتبت الكتاب بصورة صحيحة وقطت نسبة الضرر وقطت إنه صار ضرر مال وقطت إنه ما كوا حسابات ختامية أمام دخلي هنا بصورة رسمية وسووا الكتاب وكمله ورجعوا للقانونية حتى القانونية إلما ترفعه ترفعه للنزاهة نعم هنا طامة الكبرى أستاذ نور هنا طامة الكبرى القانونية مدزة الكتاب للنزاهة راجعت شخصية للقانونية نعم أنا حصلت على الكتاب ما أضم عليك فأجيت للقانونية ووصلني باص إنه القانونية ما راح أترفعه هذا الكتاب أها لتأثيرات فما أعرف شنو التأثيرات وقلت لك أكو أنا اليوم ما رد أسمي أطف فرصة وبعدين أططي على مثلنا بالجنوب أططينا بخدة ف السوى ضمه والكتاب جيت للقانونية تكلمت مع القانونية قلت لهم هذا الكتاب وتفضلوا هذا صادر من المالية لكم ترفعه للنزاهة ليش مع أخري ما ترفعه ها إحنا راح ندز ورح نودي الكتاب وهس ندزه وسبوع وسبوعين أستاذ شنو الضرر أنت رفحت اليوم إجاك الجواب بدقائق التوب بالضبط شهر وستة أيام بالتأخير شهر ستة أيام على صدور الكتاب المالية شهر وستة أيام مع العلم المالية دازتها للقانونية شقيد خلال يوم واحد نعم نفس اليوم نفس اليوم للمخاطبات دوائر داخل الدائرة الكبيرة الأم اللي هي الأولمبية نعم فماذا رفعه راجعتهم مرة ثانية أستاذ راح تخلوني ترى ألجأ للقانون وهذا الكتاب عندي حصلته في طريقتي الخاصة قلتوا ليش ماذا بترفعوا للنزاهة لأن يعرفون هذا الكتاب إذا رفع للنزاهة راح يصير بها قرار لأن النزاهة والمحكمة راح تقرر على هذا الكتاب وراح تديني المتهمين طيب فبصراحة هنا أستاذ ظلت فيه ريبة وشك وكان شكي في مكانه أنه الغانونية سوت غيرت الكتاب هذا ودزت كتاب ثاني اللي هو ورقم أربعة اللي هو نعم أحسنت اللي تقول به شي تقول تقول ودع بس ودع نعم فقلت لك بس ودع فقلت لك النزاهة والقاضي نبيه وقال أنا ما أريد ما رايد أنه ودع لأن عدي معلومة وعدي لا يحمل المشتكي وأنتم بكتابكم الأول لأنه ودع بهالتاريخ نعم أنا رايد نسبة الضرر فقدمت شكوى للسيد القاضي ورفقت لهذا الكتاب الصادر من المالية وحفاظا قلت لك أنه لا تروح الأمال وأنا الصادر أشكرك لأنه أنت تعمقت بالتحقيق ولكن المالي القانونية ذا الضلل فقلت لك هذه مادة تضليل وحدها بها دعوة تنحبس كل المشاركين بها نعم لذلك أنا قل لها أبو طلال قلت لك إذا كنت تدري فتلك مصيبة نعم وإذا كنت لا تدري فالمصيبة أعظم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر